بيتشو موسيماني قرر أن يدي الفرقة راحاً النهاردة قبل يمكن 48 ساعة من المباراة الإسماعيلي المنتظرة واللي متوقع خليني أقولكم أنه شكل وتشكيل الفرقة والنادي الأهلي إن شاء الله في المباراة الإسماعيلي هيختلف إلى حد كبير لأنه فيه أسماء كتيرة جداً رجعت بعد مكانة واخدة راحة من مستر بيتشو موسيماني الفترة الأخيرة ومشاركتش في مطش الجونة في مطش الهتلعر إن شاء الله مع الإسماعيلي في كاس الرابطة هيرجع الشحات هيرجع محمد مجدي أفشا طاهر محمد طاهر رمي ربيع عمار حمدي أحمد دبيل كوكا كل دول إن شاء الله هيكونوا موجودين مع الفريق في تمرير بكرة استعداداً للسفر الإسكندرية ومواجهة الإسماعيلي في تاني مطشاتنا في كاس الرابطة أنا الحقيقة يعني دي وجهة نظري طبعاً مش ملزمة لأي حد ومش بحاول أكبر لأي حد على اقتناع بيها بس أنا شايف أنه مع التزامات الأهلي الكتيرة ومع ضغط المطشات الكبيرة في الفترة اللي جاية أنا شايف أنه الكاس الرابطة دي مش بطولة أنا عارف أنه الأهلي طبعاً أي بطولة بينفس فيها بطولة مهمة ومهمة جداً أن يحقق لقابها وخصوصاً أن دي أول كاس رابطة لكن أنا شايف أنه المساحة الأكبر عشان الجمهور بس كلام للجمهور يعني أنا هفرض كلامي ده على الجهاز الفني ولا على دارة النادي الأهلي طبعاً لكن في النهاية كلام للجمهور أنا شايف أنها مساحة أكتر أنه نجاهز اللي مش جاهز نجاهز اللي كان بعيد العيبة اللي ما بتاخدش مع ميستر المسلماني في بطولات اللي عمناها زي الدوري أو زي دوري الأبطال العيبة اللي بايدة تاخد في البطولة دي والشباب الصغار اللي طالع كمان ياخد فرصة أن يشارك في مواجهات رسمية وقوية مع فرق الدوري يسمح لنا أكتر بأن يبقى مجهزين أوراق وخصوصا أنه للأسف الشهر ده إحنا حظنا فيه مش كويس يعني إصابة أكرم توفيق طبعا هتبعدوا الفترة طويلة انتوا شايفين طبعا انتشار حالات الكورونا فيعني أعتقد أن احنا محتاجين نبقى جهزين للجاي والمهم والأصعب سواء كاس عالم أندية أو حتى طبعا كلام على دوري الأبطال أو الدوري المصري فمش عايز الجمهور يضغط قوي بس يعني يسيبوا الجهاز يجرب ويدي للولاد الصغارين طالعين وشوفنا يعني عجبني جدا جدا زياد طارق عجبني جدا جدا مغربي الولاد دول مبشرين جدا إن شاء الله فلما ياخدوا في مطشط زي دي أعتقد يبقوا ممكن الاستعانة بيهم في المشوار الطويل والصعب جدا السيزن ده مع النادي الأهل